وضيع الشيخ ابن البيت حبيبي المعلم والأستاذ والرقم الصعب لا والله شو؟ لا صح؟ صح ولا لا؟ كل الناس غير وبركة لا ما بحبها لا أنت خير وبركة أنت خلقت حالة فريدة بالوسط الفني الحمد لله من الأول كنت الأول من الأول تعبنا حالة لكل الأول مفشخت فشخة أكبر مني شوية شوية لعملنا اللي إحنا بدنيت تزعمت وسيطرت على الساحة؟ تزعمت تزعمت بلوني بإمارتي ما تزعمت على كل شيء وسائبت الأيام خلت هيدا اللون هو اللي سيطر على كل شيء قلت لهم روحوا اسألوا عني أنا الأستاذ علمنا لكتير ناس ما بقس مدرسة اليوم ودي أشيخ؟ مدرسة بلوني طبعا بالقوة بدك تصير فنان أو بمحبة الناس؟ لو بالقوة تصير فنان في ناس عندها أنا ألفات الظلم وراها كانت صارت مطرفة وكمان أنت؟ خي ما اختلفنا بس أنا لما عملت فنان وعملت اسم ما كان في حداً وراي حقلك تشبيه اللي إذا صح أو غلط حلوة كتير الحال اللي عملها بالوسطة الفنية وديها الشيخ يقال دايما أنه بيخلع من الشبع أربعين أنت عتلت النسخ الأربعين تتضل النسخة الأصلية لوحدك هذا الحديث أنا ما بأأمن فيه هذا أنا باللي بأأمن أنه كل إنسان اللي رزقته وقلت لك كل ما يسيبكم لما كتب الله لكم هيك الله كاتب ما فيه شي بيصير من غير إرادة ربنا يعني فيه نظوم كبار اليوم قاعدين بالبيت هيك ربنا رايد ما خصني أنا هيك ربنا رايد هيك ربنا رايد أنا مش مش يعني فيه إذا الله كاتب لوني يسترزق ولو بدي يجي خمس تلاف مطرة بيغني قدامهم ربنا رايد لك رزق يخلص بس هلا بغض النظر أنه أنت تشتغل على موضوع اللون والشي توصله صاح للناس الناس تقبلت فيه ناس ما تقبلت ما بيهمني رأيهم بيهمني أنا الناس مبسوطة وعم تحضر استمرارية أي فنان ودي عمر تبطى أكتر بأخلاقه المهنية فيه ناس بلا أخلاق بس تضحك عن الناس يعني بيشوف الواحد بحبيبي وكيفك هو بلأ أخلاق يعني هو ما بيحب العالم اوكي هدول ما استمروا؟ موجودين لا بلأ ميهدوا حظوظ بالصيحة عم ياخدوا لأنه طيب لخبرك شغلي بدي سمي أسماء حسمي لك أنا مثلا سمي لي أسماء بالعكسر مثلا لا لا بدي أقول لك شغلي بدي أقول لك شغلي مثلا عن الوصف وصف يعتبر معلمي ومعلم الكل وأنا هذا الزلم ما بقول معلمي إلا لإله هو هو منه بحاجة لأقول لي أنه أنت معلمي بس هو معلم بس هو معلم الكل أنا هذا الزلمة روحي لإله بيغدم نظر علاقتي مع البيت كله أنا مش معه هو بس الوصف كان في ناس مثلا إذا بدي تجيب الوصف لتسمعه بتقلك مثلا والله الوصف كسته عالي كتير صحيح غير تلاقي كيف تقليد لأني يا ودي إي لأنه تقليد ما أنه أنا هني مشي حاله بس لا مشي حاله لأنه بيقلد الوصف أنا ما في حدا بيقلد مشي حاله بس أنه بصيري بيشتغل أكتر من غيره لأنه هو عم بيقلد شخصية كبيرة كتير على سيرة الوصف لأنه ما في قطع مرول الكرام بالحلقة أكتر من اللقاء جماعك بأب وديع كان في نصيحة من جورج أنا دايما إي دايما بس كان في نصيحة من جورج لوديع بالفن دايما بيحكيني بالخير دايما بيحكيني بحبة الناس ودايما بيحكيني بانتبع حالك وانتبع من اللي حوالي مهنيا أو فنيا شيء له علاقة بالأغاني بالصوت بلعب عفكرة بيقل لي أنت كنت عم تغني هايك وبيتضحك أنه هاي قلت اللون يعني لون شوي شعبي بس مختلف عن الوين على فكرة الوصوف هو من أعشاء اللون الشعبي مية بالمية بس مختلف عن اللون من شهر فيه يعني هو بيحب العتابة وبيحب المجلة وبيحب الألات الشعبية البزق والربابة والكلورات والدبكة طبعا هو بيحب كتير بعدين هو تقريبا أول من غنى لهجور قصرك ورجع بيت الشعر غنىها الوصوف هي فوليكلورو هيهم أروفيknow ياه любой بعلبك يعني هو مدرسة شو ما قالك إذا بيقولك صباح الخير نصيح حس صباح الخير منه غير من العالم كلها في سؤال عن جورج وأسوف بعد قبل ما لسير فنان كيف كانت اللى حياة عندك؟ قبل ما تنشهر كانت حيات صعبة مظبوطة هاي الشغلة انه عنجاد التحديات والصعوبات بالحياتي اللي بتخلق منك هيدا السوبر هيرو او الشخص الخالق لا لا انا لك جزا مقابلي قلتلوني اياها انه انا جربت بيّن حالي بالزمنات يشوفوا فيي شي مش مبديل لك خطر صعب انه حدا يقدر ينفزوا يدلون مبعدوني عن الساحات لا يبعدوني عن الإضاءة وعن شي ما تيخدوا وتنشهر وهني الناس اللي هلأ انا داعم لإلهم انه يرجعوا يبينوا على الساحة الفنية هني هلأ عم تدعمهم هني نفسهم يلي كانوا ما كانوا أبنانين ما بدونوا ديعي فضع الساحة أبدا يعني كنت فوت لعندهم على السهرات يطنشوني ما يخلوك تغني اي اي او او اذا طلعون يغني بيكون معنا حدا مثلا بدنا نسمع وذيع اي يلا اي يلا مع اي يلا بيكونوا تخلقوا ببعضهم تصارت ميت طول راحت على وذيع اي اي او باخر الساحرة بيضل 4-5 طولات بيقول لك يلا بدنا نسمع معنا وذيع بدا نسمع ومعا كان حدا بيعرف مين وذيع بس اليوم انت عم تعطيهم حزوز انا عم بعطيهم انا فرصة ما هو اذا الله اكرمك كل وطعمك ما استاكل لحالك ما الله ما بيعودي اكرمك صحيح وانا استمرات بهذا الشيء وبعدني للقدام و للتقدم ان شاء الله لانه انا بحياتي ما شفت حدا او خلات شفت حدا انه انت احسن مني لا كريم انت وديع اكتر الاشخاص اللي استقبلناهم بالبرنامج قالوا قديش كريم وقالوا قديش وديع ابن بات وانه شوي السورة اللي عم تطلع عن وديع بالاعلام هي مشبوهة او من خائية كانت تطلع بالاعلام هلا بطلع هلا انت بعيد عن اللقاءات كانت تطلع كانت انا يعني انا قسس هايدي كانت تطلع واخباري ركبولي اياه خلص كانت تطلع هلا صلهم فترة طويلة ما بقى يقدروا يطلعوا اخبار لانه كل خبرية عم تطلع عم تتكذب او الخبرية اللي عم تطلع عم يعملوه علي انا عم تقلب سلبية لقلي انا عم تقلب ايجابية عم تدعمك بشكل او بالاعلام عم تجي لقلي انا بموضوع احسن صحيح عم تدعمني زيادة عن الزوم فقالوا لك بس خلص وانش بدنا نحكي بحديثك وديع في ايمان مرأت اكتر من اية قرآنية بداية وحبه وهلا انش هو ايالة الشخص الكريم واللي الله بيكرمه لازم كمان يكرم الناس طبعا شو لا كيف علقتك مع الله الحمد لله ما حدا بيعرف كيف علقته مع الله انت قللي انا بالنسبه القلي انا انا بعمل اللي قلي انا مش اذا انا بصلي وبصوم وما بترك فرض صلة بس هيدول فرائج وبحط مثبح بادي ايه هذه طبيعة فرض عليك تصلي. يا حبيبي في ناس بتصلي وبتصوم عرفت عليك كيف وهي ما بتعرفوا له الله. ايه بس ايدا لا يعمم. وفي ناس ما انا انا هادا انا هاي اعتقاداتي هايك استفل انت شو بتعطيق استفل. انا في ناس بتصلي وبتصوم وما بتعرفوا له الله. بس تحكي تطلب منه شي جي بتقله. انا بلايك بصراحة بحياتي ما كان في شي براسي. ورب العالمين نطرني لحتالي اطلبه منه. يعني موفق بالخير. يعني دايما كل شي بعمله ازا كان خير لالي انا بكفي فيه ازا كان مش خير فيه شي بيعرقلي ايه ضغري مباشرة. رسالة سماوية خانو. انا بحمده وبشكره على كل شي. على المنيح وعالمش المنيح. بالشكر تدوم النعم. عطيني نعمة واحدة بتحمل الله ليا. صحة. يعني طول ما انت بصحة منيحة قادر تعمل كل شي. ما في شي صحتي انا بخير وعائلتي بخير وابني بخير وابني بخير وابني بخير. تهتم بي صحتك. اخواتي ولادهم هيدا اهم شي عندي بالحياة. تهتم فيها انت صحتك تعمل سبور. لا 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 بكس واحد عندي سيدنا 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 وفيش غيره. دور كمان. ايه فيش غيره. هذا بقى سبور. هو مش غلط. بس انا مني مني رجل رياضي يعني. مانك هذا سبورتي. ايه. هلأ بتبرو اوقات انا وفنانين وزملائنا منروح بنلعب فوتبول هايك اوقات. زروني كل سنة. كنا عملين جروب الروح وفرط الجروب راحب. مين كان الكابتن بالحريق؟ اه هو اللي اخترع الخبرية علي المولى الشيح. اه الشيح. حبيبي وخيبي صاحبي. احبه كتير. كلنا والله. اشعاره جدا. ايه علوشي هو اللي اخترع الخبرية. وكنا. كلنا سمع. فتو بالجوب. ايه. بعد يومين من تاريخ عرض هيدا اللقاء بسئب الميلاد المجيد. ايه. ان شاء الله بنقال على الجميع الصحة وخير وعافية. ان شاء الله ما نحنا بنقول ان شاء الله هالسنة تكون احلى من اللي قبلها. طلعت هالسنة ايجت اضرب من اللي قبلها. شو بنا نعمل يعني. بقول الحمد الله عكل شي. كي شي ما حققتوا ديها بهاي السنة. حتأجلوا لسنة الجاية. ما بقى عندي شي براس يحققوه. اوش. بتبطي الحياة الى قيمة. ما عندي شي بقى. انا اصلا. في تعركة لعلك كل سنة بيكون. اخبرك شغلي. انا ما بقى عندي شي بها الحياة ناطره. صدقا والله. ما ناطر شي من هالحياة بقى. ما ناطرت بس تضل صحتنا بخير. وتضلوا يضلوا لحولي بخير. غير هيك ما نناطرش. يعني تطبيقة اللي اغنيتك تعودت تملك. شو ما بتستحمل. لا لا لا. ابدا مش هالهم موضوع. ما في تملك شو ما بتستحمل. انا عندي مشكلة بهالحياة هي انه تكون انا بخير وعيلتي بخير. واهلك بخير وخلاص. ما بقى. ما نناطر شي. واللي بيجي من الله يا محلان. تهى الموضوع. خلص. يعني ما تستنظر شي. عيش كل يوم بيومه. ما حافظ شي ترتيلي على الميلاد. ترتيلي على الميلاد. اه. شو ما قل لك كلمة تأومن على. ما حافظ يا خي. انا ما. يا خي. انا ضد انه. اش نحنا بلبنان شعب واحد. وعيش مشترك. حبيبي لخبرك شغلي انا ابني ام مسيحية. طيب ما لازم. انت عم تحكيني نحن شعب واحد. وفي التلبة الخبرية. فيش ماي بالتفاصيل ابدا. انا اكتر انسان ما عندي مشكلة باي اللي كان. سمعني ترتيلة واحدة. ما حافظ والله. والله انا اللي حافظهم. الادان. والفاتحة. لانه الفاتحة بس فوتها عازة. فاتحة اول ما فوت فاتحة بس طلع والادان. هو انه. اه. وصلاة العيد. هو انه منوه عليه ان كنا نوكت خارجيه من البيه الله يرحمه الله. ودي عن جد مهضوم وهيك ريل ماني. اني شخص حقيقي. اني حتى باللقاء. حدا. ما حدا اخد معه شي. حدا عفوي. يعني مهضوم انك شخص. ما حدا اخد معه شي. عم قل لك انا. انا عندي ما فرق بشي. حتى بالاديان. انا اي عزب كنيسي بروح علاقي والواحد. ما بطل فوت ط لها حدا وديع. فينا. بشو. لا. لقالي هلأ بالحلقة. فينا نطلع على اول بريك بصوتك. شو بريك بصوتي. شو. من اغانيك الخاصة. زلت اللسان و قلت لي من ايدي ضيعتك. رح اعتبر ضجي حوالي وما سمعتك. هو اليها الحكيات. الاستحافة على المات. الله. بتمون عالدمات. يا صغير كبرتك. بسم الله صرت حساس. من الحب متكلم. تلعب عكل الناس. قلنا علم علم. لي علمك تحكي. يا والله. قدام لك يتضحكي. يا ما كنت تبكي. حتى عليك سلم. وديع بي هاي دي الفقرة حنشوف انا وياك تصريحات اذا بدك او مواقف حصلت معك بحياتك. البعض منها كان جريء والبعض منها مثير للجدل. وفي بعض التصريحات كمان كانت مشكلة بحيات وديع الشيخ. انا انا مصرح عنهم يعني. او حدا صرح عنهم او اشياء. حدا صرح عنهم بيكون عميد فالسف بيعمل سكوب لحانه. انا مصرح عنهم كل شيء بصرح عنهم. انا هاخد على الشاشة انا وياكو المشاهدين هناخد شيء نكتب بالاعلام. عن وديع الشيخ. بدي منك بس تفسير او تبرير لهيدا الموضوع. اول ارثي كله. اول عنوان نزل بالصحافة. والد وديع الشيخ قتل نفسه. اه. قتل حاله. اه ما هو داقت في الدنيا. قتل حاله. حاكي ناس حاكي اخبار سوالف. شو بدي قتل حاله. شو السبب لي قتل حاله. اي انسان زلمة. الو تاريخ الو ماضي. عنده عنده عنده. عنده عز وعيلة. وعنده جاه بيك. ايه. كيف بدي قتل حاله. شو الحديث اذا. انا هادا الموضوع بدي خبرك شغلي. احسمه وديع. ما لقلك شغلي انا لخبرك شغلي. بالنسبة للي انا. كان في موجودين من كان موجود. وكل الخبرية اللي صالت انا معيها. ومعي تفاصيلها. وشيخ قاله انه بيين قتل. وشيخ قاله حدا من اللي كان قتله. وشيخ قاله حدا من اللي كان قتله. اخبار كثير طلعت. بلا اشاعات كثير طلعت. عرفت علي كيف. وانا اذا خيي ابن امي وبيه بيكون الو يدي واحد بالمية بموتة بيه. ما بتفنه هو اياه سوى مع بعض. اذا خيه اكتر اغلى من الخيه الواحد ما فيه. اذا بيكون الو يدي واحد بالمية كان بيموتة بيه مع بعض بحطهن ما بترك واحد قبل التاني. بس الناس عم تحكي كتير صارت سوالة في مقلها عازة. الزلمة توفى المستشفى موجودة وتعريج المستشفيات موجودة والقضاء موجودة. وكل عالم موجودة. وصار في تحقيق بالموضوع. طبعا صار في تحقيق بالموضوع. طبعا انا طلبت طبعا انا طلبت انا طلبت موضوع. انا ما كنت حاضر وقت اللي صارت الحبري. طلبت انه مشوفوا لي اخي كيف تتوفى. وصار في تحقيقات وصار في مية شغلة. هو هو كان عنده معاناة من رقبته كتير يعني كان عنده ورم. برقبته صار ورم كتير كبير عنده. عرفت لي كيف يعني احب حتى بالصور اللي له وحتى بالفيديوهات لما يكون عمي. بيّن تدخم. بيّن طبعا في عنده تدخم من هون. وانا اختصر طلوني اياها. اي طريقة اللي مات فيها بيّة بتخصني لقلي انا ما بتخصك بانتو. انت عليك تقرأ الفاتحة والله يرحمه. وما بدك تترحم عليك انت حر. ما نناطر الرحمة. رحمته من الله بتجي مش من العبد. لانه العبد لا بيرحمه لا بيخلي رحمة الله تنزل. بلا. الله يرحمه اكيد ودي بس. حبيبي الله خلي لك. شو يعني ابن يتفن بيّوه. كيف ابن يتفن بيّوه. انت دفنت البيّ. يعني ادي الموقف كان مؤسر ادي المشهد ما بينتسع. شو السؤال انا مثلني. لانه انا عشت نفس الموقف. ايه اللي حسيت وانت حسيت واني هعش الابعاف. انت كبير البيّت. بس انت حدا كتير. انا حسيته اكبر بكتير بما انه. مئة بالمئة. ده حدا معيل. معيل كنت للعائلة كله يمكن لأكتر من عائلة. ودفنت هيدا الكبير عندكم. ما خص المعين يعني. انت ما دفنت. انت مش قصة دفنت الكبير المعين. لا انت دفنت. أحدا كسر لك ظهرك. يعني انا الرادي ظهري كان مكسور بما تتخيه. وكف عليا يا بيّ. فشعور الله لا يجربه لهذا يا عمي. شو هم تحكيه انت. انا بعدني لهلأ ما بكيت. انت انت مستوعب انا شو همقولك. انا لهلأ ما بكيت. ما بكيت. انا بعدني الموضوع مش مستوعبه. اكتر شي ممكن يبكي هو. يا حبيبي مش مستوعب الموضوع. انت هم مستوعب اليش همقولك انا نسمعني. في اول فترة ودي. مش مستوعب الموضوع. انا لهلأ مش مستوعب الموضوع. حلف لكل اللي حوالي. انا لهلأ ببكي عخيه وما بقدر ابكي عبيه. مش مستوعب انه انه خلص فقدته راح مبقى فيه خلص. لانا انا معوضي عليه كل شوية يجي لعندي كل شوية يطب لعندي كل يكون بالسهرة يلاقيه بالسهرة كل شوية. هو عييش كنح بالحياة. قد ما بدك. بس مش مستوعب الموضوع. يعني بحس الخبرية انه بعد بعد والله والله العظيم انا بحسها صدمة. بعدني بالصدمة بعد ما طلعت منها. طبعا الموضوع ما انه ما انه سهل وانا عم بحكيك عن تجربة اكيد بس. ما بعرف الوفاة بالعائلة عندك او الحزن يمكن سلسلة مستمرين. بلشت بخيك معتصن. انا ابن خيه توفى ابن خيه وتوفى خيه وتوفى بيه. انا ما خلص هذا اسي ما بقى في حزن خلص انسان خلص. يعني انت هلا ميما بيموت بتزعل عليا. صح بحجر قلبك. طبعا. والله. طبعا شو لك. هلا اي حزن. حجر قلبي. عرفت له كيف وتوفى من بعد منهم كمان حدا قريب مني كتير. بتزعل عليا بتبكي عليا بس خلص انت الاسهق صار الجرح بقلبك. حتى هني ولاده للشخص اللي توفى حدا لعنا بالعائلة كمان. قريب مني كتير. حتى اولاده من بعد وفاة ابوهن ما بقى يحسوا بأسه. صح. هو هايد الصدمة الكبيرة عندهم. بتعمل شوك صدمة. يعني هني هلا هاي الصدمة الكبيرة عندهم بعد هاك ما بقى في صدمات. ببطل يتأثر الشخص. خلص. بس وديك كونه ذكرت خيه كمان الله يرحم المعتصم انت متعم انك ما اخدت بالتار. يعني حدل. ولابد يأخد تار. كمان نقتل عن طريق الغلط. عن طريق? الغلط. ولابد يأخد بالتار. في عندك بالعشائر عادات وتقالية. لا 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 ما فيه مظبوط هذا الحديث. ودي حربت. هذا الحديث مش مظبوط. اللي مفهوم اللي اللي فاهمنينه عن العشائر هدا مش مظبوط. تار خيه التار. التار لما بكون قاتلك انا انقصد. هلا انت عرفت انه مش مش عن قصد؟ طبعا مش عن قصد كيف بدي يقتلوا عن قصد؟ عمره 13 سنة شو بدي يقتل فيه عن قصد؟ شو في بيناتهم؟ طب اتنين عم يلعبوا مع بعض بالاسلاح؟ أولاد، أنا ما في شي سبت لي أنه هو اللي قتلوا عن قصد، ما كان في حدا بيناتهم فوق إلا هو وياه طب أنا كيف بدي يتحمل الهراء؟ كيف بدي يحمل دم؟ وأنا قلتلهم، وقبل مصالح، وقلتلهم كلام، قلتلهم أن أبشر القاتل بالقتل له بعد حين صحيح، إذا قاتلوا عن قصد، الطفل ما مثلوا مثلوا، ما هو كانوا أكثر اتنين رفقة مع بعضهم ما هني كانوا يأكلوا مع بعضهم، يشربوا مع بعضهم، كيف بديك تحمل نفسك أنت دم؟ ومال مفهوم عن العشائر أنه اللي بينقتل بالغلط بيقتلوه، هذا مش مظبوط الحديث، هذا الحديث مش مظبوط طيب، أنت اليوم بتربي ابنك على السلاح؟ وأنا ابني بعده عن حياتي كلها فيه جو بده يشوفه، بده يشوفه، ابني بعيد عن كل حياتي ابني بيجي بيشوفني بالبيت وبيفل بس تجيب له كدوءة وهدية، ما بتجيب له فارض؟ بيته، لك بجيب له فارض نحنا هدايا العيد، الله آخر شي يجي بتقول له أزيفي للصابق، إذا الحدي تسلى فيه على البراند هلا على الصينة بيدرب له اثنين ثلاثة هدايا العيد وديها يا حبيبي، بواريد دايما مواريد ابني ربيته عا تكبير راس، مش عا والد، أنا ما عندي ولد أنا ابني عمره عشر سنين، ما عندي ولد، أنا ممنوع هدا الفرد الخرز وفرد رش الماي هدا مفيش منها بحياته محملته إياه أنا ابني ربيته عا تكبير راس انت ليه بتحمل صلاح؟ ما ليه ما بيحمل صلاح؟ فيه شباب معي بتحمل طيب ليش؟ حبيبي، انت عايش ببلد ممكن توقفك سيارة عالطريق وتشلحك أوس انت بتقتله؟ شو بدي أعمل لك؟ أوس، أقتل معي أوس، أقول واحد مستشفاء ووحد مخفر شو بتعمل لك يعني؟ فرد رد حبيبي انت عيشت بزمن هلا بتوصل بيقولك عطيني كل اللي معك بياخدوا بيأوسك وبيفل ما بتركك انه والله أخذت منك أنا وخلص بيتركوا بفل لا بياخدوا بيأوسك وبيفل هالطريق عم تتشلح الناس يعني فلتين املي فلتين طبع حبيبي لا خبرك شغلي انت بيقلك ما عندي دولة ما في دولة هذا مش مظبوط حديثه في دولة وفي امان وفي ناس عم تخارب وفي قياديين عم تجرب تعمل امان بالبلد بس انت صار عندك فلتين املي يعني اذا الدولة لسلم جداء لقول مثلا مئة الف عسكري صار عندك مئتين الف عم بيشلحوا طب هون كي بدن يسيطروا عليهم صار عندك انت ناس كتير ناس كتير كبيرة ارقام كبيرة كتير اللي عم يشلح واللي عم يسرق واللي عم ينهب واللي عم يقتل هذا كله من الجوع في ناس من الجوع في ناس عندها هواية طب هالدولة هون شو بده تلحق لا تلحق السجون مليانة كل سجن بيقلبه اذا بيزيع خمسة بيقلبه خمسة وثلاثين الف دولة عم تعمل اللي عليا بس اذا هذا المكتب مسلا لسلم جدل هذا مكتب مسؤول عن هاي المنطقة اذا المنطقة كلها بتشلح شو بده يعملها المكتب ما بيقدر يعمل شي شو بده يعمل طيب تصريح جديد لقلك وضيع كمان كان مثير جدا للجدال بتقول بدي اقطع أجر الفنانين الشعبيين من الغناء في لبنان مش مزبوط بالحديث مع انت صراحة هاي التصريح أبدا تمنع الفن أو تقطع أجرهم مش مزبوط الحديث تذكر لا لا ما منعت حدا يغني في لبنان طلع لي أبدا أنا أمنع حدا يغني قطع الأعناء ولا قطع الأرزاء بارك في فنانين ما بيستاهروا يغنوا لا مش ما بيستاهروا يغنوا هذا ما يكون مشكلة بيني وبينهم أنا بس إنه أمنع حدا يفوت على البلد هذا ما صارت بحياته كيف فنانين تعميتون خبز و ملح و نكروا كتار منعتون يغنوا الأكترية منعتون يغنوا مش منعتون يغنوا محل ما تكون أنا عم غني ممنوع تغني روح غني بمحل تاني يعني أنا إذا هالمحل عم غني فيه ممنوع تغني فيه روح غني بمحل تاني ليه ما صانوا العشرة هدو الفنانين حدا شاركهم بسفرته بسحنه بأكتر حبيبي الكرامي ما بتنشاره الكرامي بتخلق فيه للزلمة و إذا أنت منك زلمة أنا مفي أعملك زلمة مناهت من الغناء بسوريا أنا ما بنمنع من الغناء بمحل عم تغني بسوريا والله أنا وقت اللي بدي بطلع بغني بسوريا لأنه أهل سوريا بيعرفوا وديع شو لسوريا وشو ما واقفوا كانت مع سوريا طيب ليش؟ بس إذا بيطلع حدا ما خلى صاحب بالوسط الفني لحتالي يعمل شوية سكوبات إنه بينحكى بالإسم كتير طب هو مشكلته بينما إنه أنا ما لاحقت الموضوع ولا حكيت فيه للموضوع وأنا اللي بطلت بدي أطلع غني فوق لأنه اللي قدموا وديع واللي وقفوا وديع لأنه وديع منه جنسيته منه سوريا في معلومات مخلوطة إنك سوريا بيقولولي إنك أنت سوريا لأنه بيعرفوا موقفي قديش معهم ولاء وانتماء بينما أنا لكون أنا بهالموقف وأتأزى من وراء موقفي مرة واثنين وثلاثة والموضوع أبدا ضليتني على موقفي اللي هو واقفه يطلع حدا قال له ما قالك باللقاصر قال له من مبارها العاصر بتستلم جديد تصير بدك تمنع ناس عم تطلع تغني عم تقول وديع ممنوع يغني بسوريا واللي عم بيغنوا كلهم بسوريا بيغنوا أغاني وديع ما فهمت هاي كيف يعني في كمان شئعة كتير مهضومة ايه اللي هي علاقة حب تجمع نور الغندور بوديع الشيخ تزوجته؟ لا مفيش شو؟ والله العظيم زويق يا وديع ايه يعني هي ما بين ما بين الحك عليها إلا الخير والله مزور نور إنساني محترمي وبنت بيت ونجمة وجميلة وكل شي الناس بتحكي كتير بعدين هايدا الموضوع ما بيهم ما بيهم للناس التحكي فيه تعرف إذا مزبوط ولا مش مزبوط لا بينبستوا الناس لعله اتنيني اتكون عن الفاتح ايه بس هذا الموضوع ما بيهم لا الناس اكتير صارت عم تحكي بالموضوع هذا موضوع بس يسير مزبوط احد اللا ايه طبعا لاش هو بدي استحي فيها او كتير اللا بالنهاية ليه منيمني حدا 익ال ليه منا فيش حدا عم يتسمى مع لاي القدر والإيمي وانا ما فوت مع حد طبعا لا اكيد وتحية لنور بتجنب طبعا وعند مسلسلات يشهد لا لا ان انت معت عدد الزوجات مين تعدد الجوزات؟ لشواني ما يخبرني انت شواني حفاكرني حجم تولي لا يا خي مسنا وثلاثة وربع اي بس مين يخي وين اني لأربع معاني ماني مجوز لا لو مجوز واحدة والتانية حبيبي انا مجوز ومطلق اوكي ما هي تعدد الزوجات لا خي حبيبي انا هاي تعدد الجوزات انسان الموضوع لا انت انا مجوز ومطلق انا صار لي فترة عشر سنين ومطلق هيك شي تقريبا اوكي يعني حر حر طبعا وقت اللي بصير اصفور طيار فيك تحب وتعشاء اي بس انا ماني ضد انه انا احكي بالموضوع يعني بس انه الموضوع نحكى فيه ما الو عازي نحكى فيه بس يصير الموضوع رسمي او بس يكون في شي صح باعلن عنه يعني بس فيه قصة حب ما في شي وكفي المقابلة غير للسؤال يشارك فيه قصة حب يا خي غير للسؤال بحبك وبتحبني انت شو بدك اني مين بحب وما بحب كفي السؤال ولا بمبسط لك حدا دي بشك يا خيدي ولا العظيم بمبسط لك فيه شي وحدي حط عيني علي قدتلك تأكد لي منه اذا بحب اكتار على فكرة اكتار وضيع اكتار حاطين عنهم عليك انا بالنسبة لالي انا موضوعي انا كل شي خاص فيي انا مبحب حدا يعرف عنه شي وبس بدي حدا يعرف عنه شي رح اعلن عنه بالعلم عندي سؤال اجتماعي الخيانة بيقاموس وضيع الشيخ ارار ام غلطة ام هو تعويض نقص كل عالم بتخون اي بس بيقاموسك شو بتعتبر غلطة ارار هو الشخص اللي خانك كان مقرر يخون وضيع او تعويض نقص ما عندو هيدا الشي بديو يغطيه بالخيانة انا باعتبر ما في هذا الموضوع ما له مبرر انت مخنة بمحلات من بلا بتخون شو نزوي كانت مش نزوي الخيانة مش ضروري انك انت معك وحدة تانية لا لا يخي يخي ولا ما قصدي خيانة جسدية عرفت علي كيف معي الخيانة كمان اوقات انت في اشخاص تتعرف عليها بتحكيها على التليفون بتحس حالك مريحتك بتحكيها بتروح معك الايام تحكي انت وياها يا اما هالموضوع بيصير بتحسه انت اقرب صار هذا الشخص اقرب من الشخص اللي عندك لقلك يا اما بتحس حالك انت ملك مرتاح بس انه بموضوع الخياني انا حكيت فيها قبل اذا شخيانة جسدية ما فيش بيتدور فيها ونحن غلط انو عم نعطي تبرير للخيانة زوجة واحدة بحياة وديع الشيخ لا تكتير شو وديت؟ شو قداش بدي ايش قول المصاري قداش البدجت الموجود لحتى لادر ايخ البدجت معك خي انت صاحب الاموال ايه كل واحد معه مصاري كتير بيتجواز طبعا مين لش الفائر بيدري تزواج اثنان او تلاتة نبي محمد قداش كان معه مصاري كتير كان الهدف دعوة اسلامية يا ودي يا خي ما اختلفنا شو بتللي هايك شو هان هدي سلام موضوع مختلف النبي محمد طيب عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كان 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 مهم صلاة والسلام زوجة واحدة بيحيتك بتكفي ولا بدك اكتر؟ جاوزي انساني واحدة بتعودك عن خمس تلاف مرة ان شاء الله تلاقيه بس ان شاء الله لقيه برام معي بدي يطلع انا وياك على بريك طلعوا بعدها لا لا ما بدي غدا احد ما لا بدي انا اولى احد يلا وديع يا عمي ما انا ما بدي غني غني للحق اذا بدك انت قلتلا انا اولى احد الرقم الصعب حاتة بوست على انستا حبيبك الرقم الصعب ايه هيدا اجت قبل هاي الاغاني قبل لا والله اعترف على فكرة ايه اعتراض بعدنا عم نسجل مارق عراسي اشكال الوان تعودت املك شو ما بستحلي قلبي مع الحلوين دونجوان مثل اللي رايح عالصيد راحلي جيتي سحرتيني بلا استيزان ما سالتيني اذا بتسمح لي فيتعى قلبك للابد عشقان خليش رايينك كلها تزحلي ايه لي انا ولا احد بحرق كرمالك بلاد بدي روحي وروحك انت يصير وروحين بجسد علمني حبك درس شريت بحياتي الشمس كان بايلي انت وبسه بدخل موسوعة تجنيس اه عالشاشة وديع هلا بهذه الفقرة هنشوف عدة صور وحيكون الاختيار لالك يعني انت بتختار من هالصور وفقا للسؤال اه على اليمين في النجم المصري محمد رمضان وعالشمال من المغرب سعد المجرد اللي نوعا ما فينا انصاره فنانين عالميين بدي تختار حدا لا انا ما ببرا ما بوافقك الرأي بشاغلي مانا عالميين محمد قدر عمل بالفعل صار عالمي حالي صحيح طبعا كتير سعد وصل للعالمية وضحت يعني انا بحبه بحب صوته كتير بس ما ما تابع المسيرة المظبوط ما استمر سعد يعني انا شفت سعد عم بغني بمحلات اه صدقا انا اه كتير استعجبتو انك اميغني فيها يمكن الوصص اللي صارت معه اثرت عليه جماهيريا اثرت عليها تص تكن عمل اسم محافظ عليه عمل اسم بالاساس اكتر من محمد بس محمد زكي بيعرف شخص الناجح والزكي محمد صديقي وحبيبي بس زكي بيعرف مسيرته كيفي كافية كان تمثيل أو كان بالفن هو استعراض شو محمد هو استعراض كبير يعني إذا كنت تحكي فن محمد ما بيغني لا ما في مساحة صوت بس محمد عمل استعراض كبير يعني محمد صار عم يطلع يعمل استعراض مثل ما قبل كان يعمل مايكل جاكسون بلا شو كامل صحي بس شو العالم حبته في ناس ما تقبلت مثلا بكذا دولة ما تقبلت القصص اللي عملها بس أنه هو هيدا محمد رمضان بس أنه محمد إنسان ما حدا بيقدر يقول عنه هالقاد بس أنت برأيك ساعد لمجرد؟ ساعد وصل لما حال ما كفى مسيرت يمكن معملك أنا الزلم يمكن القصص اللي صارت معه والضغوطات اللي صارت معه محمد عفهم ساعد أنا ما في معرفة شخصية بينه وبينه بس في ناس بعرفهم قراب منه قالوا لي أنه أنه كتير إنسان مهزب ومنه محنك بلغتنا نحنا محنك منه مدعوك عرفت علي كيف؟ من الشارع يعني عملوله اتهامية أنه أنت متهم فايت بهذا أنا يكون محله مختصي قللي بقاضي أنت مختصي قللي هيا قبلي تشوتين مختصي بمين بدك من يعرف يحكي عرفت علي كيف؟ بدي قللي هلأ أنا عندي مليار فيو على هذا وعندي سبعة مليون مرة بتركض وراي بدي فوت اختصيب سعب يجيب واحد بدي عرف يحكي بس الزلم منه محنك بس سؤالي وديع إذا بنا نختار شخص فنان بدك من لبنان بدك من خارج لبنان تيكون معهم بهيدا الجروب كأسم إنه هادول فنانين انتشروا خارج حدود الوطن يعني حققوا شهرة عربية ونوعا ما عالم يمين بتختار تيكون معها ثلاثة ما فيه حط حدن معها ثلاثة حط وديع إذا عم تحكي عني أنا أنا ما بحط غير إذا بك فيجي لقلي إذا أنت ما عم تقولي إذا أنا مسكور يعني أنا برأي وديع أنا بالنسبة لقلي أنا أنا اللي عملته أنا ما حدا عمله أنا اللي حققته ما حدا حققه ما احترامي لكل العالم اللي عم تغني ما احترامي لقلين إذا بدك تعمل لهم حفلي كل يوم يعبي يوم والتاني التالت ما بقي عبي أنت سماله كل أسبوع أنا كل جمعة عندي خمس ست حفلات كل يوم الحمد لله بفضل الله مفولين طب اي مطرب من العالم تحكي عنه انت من الانتشره عالميا مين بيعمل خمس حفلات بالجمعة وبيفوّنهم بس انت بتعملون ضمن نطاق محلي كيف ينطاق محلي عندي ألف قلو خمسوني شخص كل سهرة لشين قداش عملي بحفلات بيجي عندهم مهرجين بالسنة مرة ضمن نطاق محلي ضمن نطاق لبنان مين ضمن نطاق لبنان بعدني جاي من العراق من السهرات المتكررة يا ودي مفي سهرات متكررة لكن عندي حفلات كبيرة وراء بعد انت بالبنان انفول الديني ومسكر الكلب بري ما بطلع سهرات صغيري أنا كلها كونصلت بطلع عليها كلها ما في سهرات صغيري أنا مفي الا بالبنان باقي كلها جد سهرات الصغيري بيقيت ما بقى كلها سهرات كبيرة ديني اي او لا وديع الشيخ اهم من محمد رمضان وصرعد لمج� وديع الشيخ منه اهم من حدا الى قلق جايي تعمل الشايCH مانه ما اهم من حدا يا خيه صرت للشيخ وديع انت لك سيعة بتقللي انت اهم منهم ماسكوب كله معك فاهم عليه شوالي خوضوا اعطي يا بساطور هيدا الزلمة عمل حالي لقلو هيدا الزلمة عمل حالي لقلو انا عملت حالي اللي بيطلب ايلك انا احسن من الفلانة ما حدا احسن من حدا ياخي حط صورة وديع بالنص حط صورة وديع بالنص اعطونا صورة جديدة احسن لان هون ابو حسن هون بالستيديو ابو حسن وين يلا نجم الاغنية السياحية بسوريا او اللي كمان نشر الاغنية خارج حدنة سوريا وفيق حبيب ام عاليد ديك ولا اعطيني جوي كل مرة حدا لا 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 اعطيك الان اللي نشر الاغنية السحلية برا بسوريا وبرات سوريا عاليد ديك عاليد ديك معروف جماهريا وعلى صعيد العالم اكتر بينما وفيق حبيب من اخطر الاصوات اللي غنت بالعالم بالعالم انا بالنسبة لي انا بقوله قدام الكل اخطر الاصوات اللي غنت بالعالم وفيق حبيب بس شنسه شنسه قليل هالزلمة اكيد احدا عام يحاربه وديع اكيد اكيد لانه هيدا الصوت حرام ما يكون مش صف اول فوق اعلى من صف اول وفيق حبيب وفيق حبيب مادرسي للفن انت ساعدت الناس الغلط كان فيك تساعده وفيق حبيب اللي عنده من كرامت وما يبقى بلا حدا يساعده طب هارجع على علي كلمان متفوتني بباتيهات انا مش ابدع علي ديك مستمري اليوم بالصيحة التمية طبعا بعده موجود على الصيحة طبعا الو لونه الو لونه الو وانسان كاريزمة كاريزمة اهم من اخواته علي كاريزمة عنده كاريزمة علي علي على المسرح لايك لخبرك شغلي بها الايام العالم بطلت عم تسمع العالم صارت بتبرم على الكاريزمة انا ممكن بالنسبة لي ايه انا بحب صوت عمار اكتر صوته انا بحب صوت عمار اكتر من الاصوات اخواته بينما علي بس يطلع على المسرح وتحسوا اكل المسرح انت هيدا الشغلي ابن مسرح وبعدين علي تاريخ منه ابن اليوم يعني علي تاريخ وتاريخ يشهد له ما فيك تقول ابدا بيغضم نظر انه هوا الجماعة انا اخوي انا وياهن بس هيدا الزلمة تاريخه بيشهد له علي ديك عم تحكي باسم يعني منه تحية اكيد لابو جميل حبيب روحي ابو جميل كلنا من حبه والله ودايما مدعي للحلقة اه حبيبي اهم من غناء اللون الشعبي الزوري السوالحي ريم السواس الزعيمة بعدها ما تلقب لي حضر ريم حبيبة قلبي هاي والله هي بتقول زعيمة تقبرني ريم حبيبة قلبي اوكي وانا ضد انه اي مطربة والله هي رح تحضر الحلقة هيدا البلاغ يعني انا الكذا وانا الكذا وانا كبلاغ هاي نصيحة لاريم انا بنصحها لانه بحبه لاريم وهي بتعرف ان انا بحبه هيدا بتعرف هي انه انا بتعرف الوديع بيحكي بيحكي كلمته وبيحكيها انا بنصحها ريم صوت 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 حلو كتير حتى سارة صوته حلو كتير وانا سارة يعني قريب كتير مني انا خرفت له يكذوب حبه وبتعريبة عني مربية لها البنت هاي دي كنت سبب بي شهرته؟ هاي دي الله دخل اسمه انا ماني سبب بشهرت حدا ما بدي ما طالع احكي وخبرك اخبار زي امرت الله حابب يرزاقه رزاقه خلص انتهى الموضوع انا ماني ماني ما الي فضل عحدا طب سارة سارة غالية وحتى في عشرة نحن وياها وعشرة نحن وزوجها سارة هي اذا عم تحكي بهيدا اللون هي اول منغنى هيدا اللون وهي ملكة منغنى هيدا اللون اخدنا الجواب تحييه لسارة كان ضيفتنا لا طبعا ما فيك بدك تحكيه مثل بس مش معنى انه ريمو صارة وابيعرفين لا لا بالعكس عطيتهم طبعا عطيتهم بوش كتير كتير لرينو والله سارة اتنايناتهم اصواتهم احلى من بعض اتنايناتهم بيغنوا انا بحبهم اتنايناتهم بس اذا بك تحكي بالواقع لا هي سارية طبعا سارية اسم طيب خلينا تعالى فئة الشباب افضل فنان سوري شاب تفوق على ابناء جيلوف يعنا نصيف زيتون حسان جناد وحسان ديك شو يا الله حبهم ثلاثتهم يلا بلا شد الحلق يا وديع ابو حسان معنا تفوق على جيلون لكن لخبرك شغليه حسان اذا باك تحكي انت كنجوم انتشروا بالعالم هو حسان ونصيف اللي انتشروا اكتر الشي بالعالم بلا اعرفت اللي كيف اي اكتر حسان او نصيف في ناس اللي عنه بتقارن لا يكمل هي المشكلة انه حسان كان عنده اغانية لحد لشيء لفئة معينة ونصيف اغانية لفئة معينة يعني انا بعتبرهم اتنايناتهم استحلوا محل واحد يعني ما في حدا احسن من حدا منهم بنفس اللفل اي وصلوا اتنايناتهم هلا نصيف شوية راح على الكلاس اكتر فلا يكيف احسان بحب هيدا اللون يعني بيجي نص شعبين نص كلاسيك هرفت اللي كيف نصيف بعيد عن هيدا اللون كليا مالاش عم قلك لانه حسان بحب هيدا اللون عمل لاله مكان لهيدا اللون نصيف كمان نفس الموضوع ما فيك تجي تقول انه لا هيدا احسن من هيدا بكون انا ما عم بحكي المظبوطين حسام شو عميه؟ حسام اذا باك تحكي لهم مظبوطين حسام من اجمل الاصوات بسوريا وكمان حسام بس حسام ما انتشر عالميا متل ما انتشروا هو الجماعة يعني انتبه مع انه حسام معروف انا ما حدا ببكيني بس يغني الا هو انا ببكيني مش معك باللون حسام جناني حتى عنا بالبيت بحبوه كتير كتير مش شوية بحبوه وهو بس كنا عم يحكي مع الوالدي بيغني له هني ببتبلش بكي وبسكر الخط انا وفتحتول اياما دبك وقريب مني كتير يعني اصدقاء انت وحسام؟ طبعا انا اصدقاء انا ويهم كلهم انا مفي خلاف بيني وبين حسام يعني انا حتى وقت وفاة بيه عزاني نصيف وعزاني حسان وحسام بجل عندي الكل الكل مفي حدا نأثر معي حرام سعطيني اسم تنتقل لجروب جديد افضل فنين بيناتون اسم ما قلتلك ما فيك لا لا ما بعطيك انت حاطتلي اثنان تعني عامل تحدي او بتعطيني اسم او بتغنيلي مقطع صغير لحدا منهم شو راي يعطيك يا خيه لا ما ديش غني لحنا اسمعني شو كيف ماني حافظ شو غنيون شو بيغني وصلي السامع غنيون كل معروفة اسمعني شو ما تفوتني انا ما بحب هو الجماعة اخوتي واصحابي عطيتك اثنان انا بمسابة بعض قلتلك انا ما قلتلك ولا تلاتة مثل بعض طيب خلص انا هغير السؤال ايه غير بعد وديع الشيخ بعد وديع الشيخ مين ملك السهر والمسايد بيحدد من بعد وديع الشيخ يا خيه ما بدي اذا حطينا وديع الشيخ بس خارج المنافسة اوكي بدنا نعمل منافسة اليوم مين ملك السهر والمسايدر على الساحة بالاغاني حطيتلي ثلاثة حطيتلي ثلاث صور مختلفين كليا يعني مهند بيغني اللون اللي بغنيه انا كارلوس بعيد عن لونه ومجهد بعيد عن لونه ومش سؤال عن لونك السؤال اليوم مين ملك السهر والمسايدر على الساحة الفنية بهاللون ما في حدا مسايدر على الساحة الفنية كل حدا نقوله زبوناته اللي بيطلب بيقولك انا مسايدر قوله انت ملك مسايدر غير بالبيت عمرتك مش مسايدر عليك ما حدا مسايدر تعا نرتبون ودي هالشيخ نمبر وان نمبر 2 مين؟ مين ودي هالشيخ نمبر وان؟ انت اللي عم تحكي عني خي كنت قعد هون محلي ويحكي 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 وان حالي مين علا ودي هالشيخ نمبر وان؟ ما في هذا الحديث لا أنا مني نمبر وانا رتب لي هون وحسين ثلاثة يا حبيبي الجماعة هون ثلاثة كل واحد الولان يعني فيه ناس بيتروح تسمعه فيه ناس ما بتحبه فيه ناس بالنسبة لإلي هون بالبلد هو الي عم بيعام يجمع عم يعمل حفلة عام يجمعها Pearl of the year وكرلوس لانه كارلوس بعيد عن اللون طبيعي أنا أريضها превتطال لي كيف ؟ خلقه مهند ابن البيت عندي مهم؟ وماجد أبي كمان خيي وحبيبة وابن البيت كمان بيتبي هوت ثلاثة حتى تلي انت ثلاثة بحبه من قلبي اي اي انا جايبكم للي بتحبه؟ اه بحبهن مهند ابن البيت مهند لونه متلوني انا كارلوس بعيد عن لونه يعني انت هلأ اذا بك تحكي من بعد مني انا اللي هلأ حفلات وصهرات بعيدا عن لونه كارلوس خلص كارلوس خلص وقعد بزنقة بورطة بمشكلة كبيرة وبدأك تتصل بفنين صديق بتايس يعدك بمين بتتصل والله بعض نصابيت خيسوا الافتراضي والله مصارد كله بيدو قليل يعني يعني بمبدو قليل أحد فتنت صارت وبدك يعني اكتر حدا بتحسه ما حسب شوية دقيقة اذا ما صاري ما حدا بيرد ابدا مافي وفا بها ده شو اللي وصوف قال كلمة طولها مش مظبوطة ماه مافي وفا خلص مافي وفا اه صور جديدة بس نوع تليست يكون عندك صديق واحد تستند عليه بالأزمات ابدا ابدا بش حضر بسؤال من الزكاء الاصطناعي للموصل السوري عباس النوري سألوه يعني السؤال مركب بيسألو بصوت جورج وصوف من هي او من هو خليف او خليفة الوسوف في سوريا كصوت سوري بيجيوب عباس النوري باللقاء أصالى نصري شو رأي بس أصالى بعيد صوته عن الوسوف لا مش كصوت سوري يعني الوسوف عامل هي المدرسة الفنية اوكي أصالى نصري اذا عم تحكي فنانات أصالى نصري لن تؤتي اي فنانة ممكن انا اقدر سلطن على حدا متل ما بسلطن على أصالى والله خاي طبعا يعني هي ممكن يعني أصالى بتعطيك الشغلة بتخليك من قلبك تحس بتغني بطريقة هالإنساني غير عن كل الناس طيب صور جديدة كمان الكنترول حيساعدونا فيهم فنانة لبنانية بلشت تتراجع دعسة دعسة لورا إليسا نوال الزغبي أم نجوة كرام مش متل قبل ماني مش متابع الإخبار لحتى اللي أعرف أبدا برأيك مين مابعرف بلشت تفقد رونة بالساحة الفنية مابعرف أنا مش متابع إخباره يعني أنا مش متابع الإخبار والله صدقا ما بقعد بتابع الإخبار مانه نوال بعرفها تعرفت عليها وإليسا بعرفها كمان تعرفت عليها نجوة بعد ما ما في معارف بيني وبينها بس بحبها كتير يعني بس أنه لايك بدي خبرك شغلة بالنسبة لهات ثلاثة اللي عم تحكي فيهم ما بحس أنه عندهم شيء ما بحس أنه عندهم ممكن يتراجعوا لأنه خلص أخدوا مكان بعيدا عن التراجع عملوا أرشيف كمان إيه بعيدا عن التراجع يعني مالا ممكن واحد يمنع حتى نزلت غنية دربت ولا ما دربت شوفر هذه معها عادة مسالم مش أنه لا 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 تبقى مانا مطر بنبلشي ناطرة غنيتها تضرب لحتى تعمل اسم ما أنا عم تتراجع على أنه بالأساس احتلت مرتبة منيحة طب عالا بدي أسألك سؤال هلأ فيه آدم عمل غنية قبل هايدي ضربت كتير عملوا واحدة جديدة ما ضربت ما كتير عم تاخد شهر ما كتير ما ضربت مثلي قبلها شو بيكون مثلا عم يتراجع ما آدم آدم خلص ما حدا يحكي ما حدا يغني أنا من بعد ومن بعد أنا برأيي هيدا الشيء والله صدقا بعيدا أنه صاحبي وخيي وحبيبي بش هذا الزلمين خلص الأسوات المميزة طبعا يعني إذا نزل غنية ما ضربت معه بتكون بلش يتراجع لا مش مزبوطا في عنا فنانتان بلبنان عم يتنافسوا على لقب العالمية فنانتان بلبنان عم يتنافسوا على لقب العالمية نانسي عجرام وميريام فارس ميريام بتقول إنه هي وصلت للعالمية وهي أول فنانة لبنانية تصل إلى العالمية نانسي عنده عدة ديو أجنبي مع نانسي نانسي مع إنه ميريام معرفة وصديقة وعراسي وحبها كتير وقدرت عملت بفترة صغيرة قدرت عملت اسم كبير ميريام طبعا هي عملت هيدا البارت عملته مونديال وقبل المونديال وهيدا الشي عملت بومينجي كبير ضجت فيه بس أنت ما فيك تنسى أرشيف نانسي عجرام نانسي بتستحق اللاب أكتب اسمها نانسي عجرام حلو في حضور في أداء في صوت في أرشيف ما فيه كده هذا حديث ننسي نحن نضحك عبعض ما هيك بيحبوك بمصر كتير ودي أرشيف وعندك أزيقاء فنانين من مصر طبعا كلهم وانشهر بمصر أغاني المهرجانات في عنا ثلاث نجوم بيغنوا مهرجانات يحدا منه صديق عزيز كلهم ثلاثتون أصحابي طيب مين الأنجح فيهم بأغاني المهرجانات حمو حسن أم عمر كمال حمو من الأسبوع صار في عنده من شهر تقريبا صار عنده بيبي عملناه طلالنا عملناه الأسبوعي الأسبوع صحيح للبيبي اسمه تاج تاج بلع حمو بيك قطيب قلب ممكن تعرفه بحياتك بلع بريء كتير بريء جدا هالزروعي حسن حبيبي حسن أبو علي بحبه حسن من الأصوات يعني إذا بدك تحكيني أنت ترطبيا أصواتهم هو حسن أجمل صوت فيهم حسن شاكوش بين الثلاثة اللي عم تحكيني فيهم إحنا عم نحكي هلأ ثلاثة بلع بين الثلاثة فيهم حسن أجمل صوت وبيعتقد يعني أنا هني الثلاثة بيعملوا المهرجانات مع بعضهم يعني ما فيه ثلاثتهم بيغنوا مع بعضهم بالمهرجان يعني العالم بتحبهم وطيبين ومناح وقوادم آخر سؤال قبل ما اطلعنا بصوتك على بريك جديد في عنا فنانات لبنانيات كانوا بالأساس موديلز يعني كانوا يعرضوا أزياء ويطلعوا موديل بكليبات هايفا والسرين كانوا موديلز بكليب للوصوف من زمان واليوم صاروا فنانات على الصحة إذا بدوا وديع الشيخ يستدعي واحدة منهم أن تكون موديل معهم بالكليب الجديد من بخدار محالة لأنه هني أكبر من ما أنه استدعيهم يكونوا بموديل عم معي بكليب أو أنت كمان فنان كبير ايه بس هني أكبر من ما أنه تستدعيهم تغلق أنك تحطهم بكليب إذا بدي أنا جيوبك على سؤالي بكون أنا عمزغر من قيمتهم هذا الحديث أنا ما هني جماعة هني فنانين بعدين لخبرك شاغلي أنا كل اللي عم تحطيلي صورهم أنا ما بحب يعني أنت عم طيق أنا إنسان يعني أنا بستعجب بهالمقابلات اللي عم بحطوها لايك حطلنا فلين تراتوبياً مين أنت اللي تحط تراتوبياً كل واحد عنده أرشيف قبلك 20-30 سنة ممكن يكون رأيك الخاص؟ لا ما في رأي خاص تحتفظ فيه كل واحد عنده أرشيف 20-30 سنة شو أنت تسألك هم تغني لحتالي تجي مثل بمقابلة بأحد لهذا حطين صورة لعاصي ولراغب ولوائل قالوا رتب لي هون تراتوبياً أنه أنت كيف بدك ترتبهم هون؟ أنت هون كيف بدك كيف أنت إليك عين ترتبهم؟ أنت بس تشوفهم لهيدولي تشوف أسمائهم تروح تقعد بالبايت ما بتحكيه بس هلا السؤال هم تسألني إيه لا أبداً أنا أنا بجللهم كل الاحترام أنا ما بستدعيهم ولا على أي صوت مين أحلى هايفا أم سيرين؟ لا صوت سيرين سيرين طبعا هايفا عملت زاهرة ما حدا نعملها أخدت اسم هايفا استحل العالم كله أخدت اسم أكتر من سيرين بس كصوت لا أكيد سيرين شو بنا نسمع؟ ما تسمع شيء؟ بلا يلا يلا لكن الجمهور ناطر هون غير المشاهدين يلا وجاهزين ما أصعب الإنسان تكذب على حاله تمثل دور عشقاني على شخص قباله يا سيطر و تكون خسراني حبيبة و رجالة تتصنع الدحكات بالقوي لما عقدي سلمت إيديك ترجت إيدي دوي بجليديك قلبي مش ندمان ولا ممكن بعدك يتعلم ما في ولا إنسان إلا من غلطه بيتعلم بالعكس فرحان قلبي من همك ريحتو ما زال أعملتي مصلحتك رح يعمل مصلحتو و دي وصلنا لآخر فقرة بهيدا اللقاء و أنا مبسوط حبيبا حبيبا أكثر حلقة مرتاح فيها و بنفس الوقت خايف شو نعطني بعد الحلقة في حدا لا 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 في حدا مترصد لي لا لا أنا الإعمر إنيه ترى أنا بحميتها إله ها منها لا إله الحامي الله دي أرجع على فيتي ساخ سليم الحامي الله بهيدا الفقرة و دي حنا عمل لك ألبوم من أرشيف لعدد من الفنانين تختار من كل فنان أغنية أنت بتحب تضيفها لأرشيفك أو بتغنيها بسهراتك جاهز؟ جاهز يلا أول صورة من الكنترول هتكون لالنجمة اللبنانية واقع الكفوري يا حبيب قلبي ها ديف تحبه بعض أنا من قلبي بحبه من قلبي وحب صادق يعني كم طبعا مع أنه أنت تعتبر منافس قوي لا واقع الكفوري لا مين شو بيجيبني لوائل يا عمي خلاص هكفي لحديثك أنت شو بدك فيه؟ هيدا ما حدا بيوصل لنسي أمره؟ هيدا ما حدا بيوصل لنسي أمره؟ هيدا ما حدا بيوصل لنسي أمره؟ كفي مؤابلتك وخلينا معك عسل غني لنا غني للا لوائل أو اختار اغنيه مني ما حدا بيوصل لنسي أمره مهم هيدا ما حدا بيوصل لنسي أمره هيدا ما حدا بيوصل لنسي أمره منك قادر توقفها ومشبور إنه تفل إنه تفل إن شاء الله ما يكون غرام مستحيل بس ما خليت لقيا مشان هاك أنا طيب سورة تاني لأبو وديع سلطان أطرب جورج وصوف يا معلم يلا يا معلم وهي تنشوف شو أخندي لك للوصوف دعب على المعلم دعب على المعلم إذا دا 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 لو يوعد يوم الهواء واتقربوا منه ساتر غلب غلب ظالم يا ما اسمعنا عنه خليك بعيد كده متهني سيبك للغواء واسمع مني لتدور العزاب ما انت محروم زينا بس فين الحب يا قلبي وفين انت ونا لا لا فيك ما تغني إذا ما حبت الفنان هذا المعلم تعيش فيها الصورة جديدة من حياتي الكنترول يا حزك يا وديع يلا مجد مجد حبيبي بو علي حافظ له شي طبعا هتكونوا سوا على راس الصيني أي مع بعض لحبيتهم بعمرك أحسن مني بشو جارحوك وبكيت عاكت فيه وإني باره مو مشو إذا ماتوا اللي اغتاشوا أنا حد منك لشو يلا صورة جديدة كمان خلس هتم شوف هتم شوف وبيسألوه او بيسألوه عن امي الخسر الحلو بها الحالة بجاوبه انا وبقوله انهاي عمري انا حلو سريع بس بقى طبعا وبخيل اصار ناصر يلا اوف شو ذكر شي لا اصاره او بخناتي الزكرايات حطي اسمك في المواقع تحت خانة الملحوظات اكتب اني الجرح واجع وما في الخنان يرجع اكتب انه ما عادش نافع يا سلام يلا صورة جديدة نانسى عجرام شو؟ نانسى على فكرة عم نعمل لك اختبار نحن هيدا تاست كمان لطبقات الصوت اه مقدم ساقول لك غير كل طريق حبك ليه وغنى عليه ولا فاجئني ف مرة وهدلي هدية واملع عنايه وامل حاج انا مش عرفها هتعرف ليه وحدك شكل حياتنا اللي انا عيشها يا حاجات نعم إليسا شو حافظ لإليسا إليسا من كم سنين إلى اليوم أنا كم مرة خسرت يا برايتين اللي بتعرف حكايتين منيح لهم زياد ياما حكيلنا حكايتك يا عودين أولى أولى يلا جوليا بوتروس الغائبة يعني الحاضرة الغائبة دايما بالسحة الفنية شو حافظ لجوليا اه منرفض نحن الموت ونقولوا أنا رح نبقى طبعا بأرض عنك والبيوت والشعب العميشة أولنا يا جنوب يا حبيبي يا جنوب طيب بعد في عناها دا شيرين بعد عنا اخر صورتان يا رب يا ولا ولا لو بعد في معي وقت بمرق لك كل الصور كده كده يا قلبي حتى مني يا كل حاجة حلوة بيا كده كده هتمشي وتسيبني واحد في الحياة والدنيا دي مشي ولا را يعني خالص بس أنا مش هشوفك تاني مش هلمسك مش هحكيد ليك عن حاجة تعبني بس أنه هاي دي بكفية كله يعني بتروح الحلقة ايه تزعي الغنية ايه بحس فيها كتير الغنية ملا اخر صورة لفضل الشاكر شو كيفك انت وفضل اوف اوف شو المدرسة يا هاي سحي في حدا طلب انه فضل ما بقى يغني مين؟ حدا من الفنانين اللبنانيين بده انه فضل ما بقى يغني ولا يرجع على الساحة شو بده يعمل ما بده يغني شو بده يغني شو بده يعمل شو ولي أمر هو قعدوا بالبيت قعدوا بالبيت يحاربوا يحاربوا يا يحارب مين؟ يحارب مين؟ هلا بلبنان انت عم تحكيني فنيان وان شو هم تحكيني؟ فنيان فنيان محارب مين؟ بلبنان ما فيك تقعد فنانين ببيوتهم؟ ايه بس مش فضل شاكر يا حبيب طويلي هرقابل فنيان غير شيء ما الي فيهم انا شو رعك بيعودتوا على الساحة الفنيان؟ مش غالة تيرجع تارك محل كتير فاضي موفقة كانت كتير فاضي في ناس كتير جربت تفوت على المحل ما انسى يلا تينا فضل بيصوتك تيرا الله أعلم ان كنت بحلم يا حبيبي والذي الحقيقة وفاضي الدقيقة وخلاص هتمشونه تنساني كذبت عيني بينك وبيني اه مش مسادة اني دي النهاية واخر الحكاية حطروح مش راجع ليه تاني وصلنا لا وصلنا للنهاية ما بقفيا حدا والله انا كنت بودة بعد مرة كتير سوال فنانين طبعا واضح قدي حضرتك محب وصديق وحافظ كمان اغاني لزملائك من الفنانين وهذا الشي يحسب انا حافظ انا اليوتيوب اللي بتفوت عليه انا جوجل اللي بتجوجله على هذا انا هو بس سعبت لانه انا عندي حياتي شخصية فغيرت اسمي من جوجل سمعته وضيع فكلشي عندي انا خايف انه ما يضال شي باسمك الا وضيع بالحال ما بيبقى فيه ما بيش بقى فيه شي وضيع اللي اسمي طيب وضيع انا بدي تشكرك على هيدا اللي طبعا عن جد ولا العظيم بسطنا كتير واشتقنا مع انه انا ما بدي اطلع مقابلات بس انت وانا للامانة وحقولها هيك دام الكل ما خجلني عبدا لا حبيبالبي انت ونحنا مع الناس نحب الناس كتير زملائك زعنوا مننا ما بيأسر نحن نحنا فريق واحد ما بيأسر انتو حبيبات قلبي تحيي لكم وتحيي لكل اللي عم يشوفونا بحبوني كتير ان شاء الله بضل محبة الناس كبيري والله يبعد عنينا هال هالكم ما بيجرح كتير بالحكي بس ان الله يبعد عنينا هالناس اللي حسودين ياريت هو حسد كاريهين كتير يعني الآل عدو ما بيعملو هايك بس الحمد اللي عليكم شي على كل حال صعبين اجمع المعلم والاستاذ بحلقة واحدة لا ما هو انا الاستاذ ايه انا قلتلون اياه انا قلتلون انا بمبسط واعتلوا اللي بكون الاستاذ بيكون قاعد عم يتفرج على تلميزه تحت منه بس ما حلو التلميز يعلي راسو عم علمو دايما نخليكن هايك مبسوط فيكن يعني هايك خليكن اعرف شو صار يالا لا فرفشة ولا نوم ايه والله ولا عندي مين يداوي افدا قلبي شياله مو صاير عالهجر ناوي يا راسو يا تيارا جانب السلامات بالضحكات علقنيه راحو مكان بيوم يسأل عني وفارقنيه سمعوه المعلم زروحي والذكريات صواريخ ارض جو واحدة بكوكاب الارض عايش ومطفت ضو والموسيقى يا عين يا سلام لا كلام فوت بلحن الحزين بكان ابن الحارة تبل الغراب على الدنيا السلام لاحزم بيدوم دوار الايام حبيبي انت والله شيخ الشباب انت حبيبي قالبي والله العظيم شرفنا فيك كتير انت حبيبي